الحقيقة يعني فيديو مؤلم لإنام منتشر كتير على مواقع التواصل لكن كالعادة سفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة بسرعة كالعادة يعني بتستجيب وبتتدخل في الوقت المناسب تواصلة سفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع السفير هشام عصران قنصو العام مصر بكويت لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله وأكدت على تقدرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفارق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين وخلال الاتصال أكد سفير هشام عصران أن الحادث فردي لا يمثل متانة العلاقات السنائية بين الشعبين واستقرار مئات الألاف من العمالة المصرية بدولة الكويت كما أوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية لافتا إلى توصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري وليد الذي تم الاعتداء عليه وأعلنت جمعية صباح الأحمد التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب بتقديم رئيسها ناصر زعار العتيبي حتى أعلنت كده في فيديو أنه هو مستق جدا من الموقف اللي حصل ونشر الفيديو الوقع مرفقة بتسجيل صوتي بصوت ناصر العتيبي وهو بيقول أنه أنا ما ابتغدش اللي صار مع وليد ده وأنه يعني إحنا ما نقبل هذه الإهانة يعني الحقيقة يعني إحنا بنشوف الفيديو دلوقتي مؤلم والعلاقات المصرية الكويتية علاقات قوية لكن من آخر كده بيحصل بعض الحاجات الفردية من بعض أشقائنا من الشعب الكويتي يعني بيكون فيها شيء من الإهانة ولا ننسى الفتاة اللي قاعدت تقول ما نبغى المصريين وانتوا خد خدام عندنا وكل فترة كده والتانية مش عارفة ليه بتتجدد الحكاية دي وتظهر على الصبح بس أشكر يعني معالي الوزيرة وأشكر كمان رئيس المؤسسة مؤسسة صباح الأحمد أجمال صباح الأحمد على هذا الموقف جينا بقى لفقر التصميم ترجمة نانسي قنقر